صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والقنصلي العامة في أسطنبول يواصلان متابعة الحالة الصحية للمواطنين الذين أصيبوا في حادث الحريق الذي تعرضت له السفينة بتألفة أمام السواحل التركية وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن الجهود تتركز حاليا من خلال زيارة المصابين في المستشفيات التي يتلقون العلاج بها وذلك للإطمئنان عليهم لحين تمثلهم للشفاء وعودتهم إلى أرض الوطني بسلام